بالنسبة لما شروب هذين طمق الجزائريين أربما ما تكونش عنده في بعض الأماكن ما تكونش أشفاندكات ما تكون عنده بعض الساعات في النهار والله نهار بنهار والله أنا طلبت باش نعلم تحلية مياه البحر باش ندخل بلتحلية حتى بداية الهيدة بالغليا حنا بلو برولان ديوم ديوم سنة للمنبيل إيجابيات 8 десятين او انتصار التكنولوجيا جميلة 80% للمنبيل أرجوك قال لك المشكلة فقط را ممكن ما يجيكش 24 ساعة على 24 ساعة بصح ممكن يجيك عدة ساعات في اليوم أو يجيك نهار بعض نهار لا يستحي هذا الشخص لا يستحي وهو يعرف أن هناك مدن عندهم شهر بعض الأحياء في بعض المدن عندهم أسابيع بعضهم لفت شهر لا يستحي هذا الشخص وهو يعرف كل ما يجي الصيف أغلبية المدن الجزائرية بما فيها العاصمة تعاني معاناة مرة لا يستحي هذا الشخص وهو يعرف أن في الغالب اللي فوق الطابق الثالث قليل وأن يصلهم للمحتف اشتاء لا يستحي هذا الشخص ويقول لك 85% صناعة جزائرية والتحلية إلى آخره وتحلية المياه وراء تحلية المياه هي في العاصمة ما مكنش في أحياة في العاصمة ما مكنش هي في وهرا ما مكنش ثاني مدينة في البلاد هي في مدن كثيرة في الشرق وفي الغرب ما مكنش في الشمال لع البحر أين هي تحلية المياه وبالمناسبة تحلية المياه مش هي أفضل حل تحلية المياه هي من أغلى الحلول هي من أغلى الحلول للمياه الحقيقة قمت ببحث منذ أول أمس وأنا نبحث في الموضوع مش هنلقى الوقت باش نتكلم فيه كثير الآن لكن ربما نخلل المرة أخرى ففي هذا البحث ما هي الحلول يعني لقيت أن تحلية المياه تساوي تقريبا في الجزائر اثنين دولار للمتر مكعب في حين في حين أن المياه اللي يأتي من عند ربي باطل وهي مياه حلوة مياه الأمطار لو كان جاو يصرف فقط فقط أقول فقط 20 سنت يعني 5 دولار على المتر المكعب في السد يخرجوننا مياه من أنظف ما يكون ويخرجوننا مياه بكميات هائلة بمعنى يروح يدير تحلية المياه اللي هو تعرف الماء المحلي يأتي بطعم سيء وطعم ضعيف وخفيف في كثير من الإشكالات كان بعض الناس يقول لك حتى يدير أمراض تحلية متر واحد مكعب من الماء يكلف 10 متر مكعب في السد يعني لو كان يقوموا بسيانة السدود بكل ما تعنيه كلمة سيانة رفع الطمي والأوحال سد الثغرات والشقوق ما يسمحوش بالتسرب أشياء كثيرة جدا وموجودة يعني هذا موش علم الذرة يعني موجود والبشرية وصلت له والشركات موجودة والناس موجودة بدولارين 10 مترات مكعب تخرج أفضل مياه ممكنة بينما بالتحلية بدولارين تخرج متر واحد تحلية موش فقط متر واحد المشاكل تحت حلية المياه هو أنها تاخد طاقة رهيبة جدا وهذا الطاقة الغالب وحفورية يستخدموه الكهرباء والكهرباء تغذى بالغاز والمصانع وإن كان مياه التحلية هذه تثير مشاكل صحية للسكان وأشياء كثيرة جدا ناهيك على أنهم يستوردوا آلات وأدوات وفي كثير من الأحيان يجيبوا خردة وراهي كان قضية كبيرة في قضية تحلية المياه حتى من أيام من أيام الخليفة لهذا وحداد كلهم دخلوا في تحلية المياه وكان نهب للمال من بين الحلول استخراج المياه الجوفية واستخراج المياه الجوفية يكلف أقل بكثير أقل بكثير وهي مياه من أنظف ما يكون ومن أجمل ما يكون بشرط أن تكون عندك الأدوات التي كيف يشتخرجها بطريقة علمية واضحة من الحلول أيضا من الحلول الأساسية هو أن مياه الأمطار ليس فقط عن طريق السدود كان عدة طرق للاحتفاظ بمياه الأمطار حتى خارج السدود وتكون هناك نوع من الأماكن التي يتم حجز المياه فيها وليس فقط عن طريق السدود التي يتم تصفيتها تستخدم في الفلاحة تستخدم في الصناعة تستخدم في أشياء كثيرة جدا الحقيقة لو كان نبقى نحكي لكم في الموضوع هذا ممكن نخل الساعة لأنني بحثت فيه وخرجت بمجموعة كبيرة من الحلول نعم كائن مشكل نقص سقوط الأمطار لكن ما هوش دائما هذا هو المشكل الأساسي هذا الجزء ولو كان نقوم بحلول مثل استخراج المياه الجوفية مثل الحفاظ على السدود مثل بناء سدود جديدة مثل رعاية السدود التي ستكون موجودة مثل أشياء كثيرة جدا بعيدا عن التحلية التي هي من أغلى الحلول ومن لديها مخاطر ولديها إشكالات كبرى تكفي المياه وتزيد دعنا نرى وش كان قال من قبل تحقيق نتائج معتبرة في مصاري أهداف التنمية المستدامة لا سيما في قطاعات التربية الصحة البناء الكهرباء والمياه وعلى ذكر المياه فإن بلاد انطلقت ببرنامج تحلية مياه البحر وسنصل مع نهاية سنة 2024 إلى إنتاج مليار وثلثميات مليون متر مكعب يوميا إن شاء الله مليار وثلثميات ثلثميات مليون متر مكعب تعالش معنا مليار وثلثميات مليون متر مليون متر مكعب تكفي العالم ومش عارف أو نص إفريقيا كلها ويبخى طبعا يقول برك والمصيبة أن هذا الكلام متاع مليار وثلثميات مليون متر مكعب في اليوم كان قالوا من قبل في الصحافة وانا خرجتنا وخط له وراك تقول برك قل في السنة في السنة ومش صح لكن قلت له روح بقول لها في السنة راح عاودها في الأمم المتحدة باش تعرف لي عيش في عالم لأنه هو عايش بلي بي سين عنده في تقريبا كل المقارات الرئاسية فيها بي سين أولاده عندهم بلي بي سين في كليب دي بار الجماعة اللي معاه في كليب دي بار بلي بي سين البحر البحر على خمسين متر وعندهم بي سين عندهم مسابح في الديار كثير من المسعورين عندهم بي سين وروحوا ديروا جوجل ماك وتشوفوا دير جوجل أيرث وتشوفوا في بعض الأماكن وين تلقوا بي سين معناها ثم وين يسكنوا القيادات إلا جيتوا خمسة ست بي سينات خمسة ست مسابح عارفوا ثم تسكن القيادات بسيطة إذا كنت نعرف وين يسكنوا القيادات بسهولة في جوجل أيرث في كليب دي بار عشرات لبي سين والبحر على خمسين متر وممنوع للشعب معناش كاين مشاكل والدول كلها تعاني مشاكل والبولدان كلها تعاني مشاكل لكن عندما تكون عندك إدارة قادرة على تسيير شؤون البلاد أغلبية المشاكل تتحل كاين مشاكل تتحل في ساعات كاين مشاكل تتحل في أيام كاين مشاكل تتحل في أشهر أكيد ربما مشاكل أخرى عويصة أو استثنائية قد تتحل في سنوات لكن الأغلبية العظمى من المشاكل لن تتجاوز أشهر لتحل قضية هذه تعلمها مش جديدة منذ أكثر من عشرين سنة والشعب الجزائري والناس في مدن كثيرة يتظاهرون أجل ما مش منذ ستين سنة إذن ما هوش مشكل طارع مش حاجة جديدة ما هوش جان الصيف لأن مرة يجي الصيف مرة كل خمسين سنة هذا مش زلزال حتى الزلزال نزدرت الحلول حتى البركان اللي الناس ما تعرفش وقتاش وقتاش يشعل وقتاش ينفجر نزدرت الحلول كل عام يا عصابات البلاد كل عام رح يجي الصيف الصيف هذا رح فصل من أربعة فصول وفي الصيف هذا ناس تعطش في الحقيقة كثير من الناس يعطشوا حتى في الشتاء لكن في الصيف طبعا العطش يكون أكبر خلينا نقول لكم باللي الصيف هذا رح فصل من الفصول الأربعة يعني مش حتى بريفوار أن تحكم يعني أن تتوقع هذا مش توقع هذه آية من آيات الله منذ أن خلق الأرض ومن عليها أن هناك أربعة فصول فيهم واحد يسموه فصل الصيف ومع ذلك بالمناسبة ما زال ما تخلناش فصل الصيف رسميا يبدأ في 21 جوان يعني رانا في مقدمات الصيف فقط الأمطار تنزل الأمطار ديروا سدود غطوا المدن اللي عليها خطر كين حلول أحيانا تضع فقط سدود رملية باش تمنع باش توجه الواد في اتجاه السد اللي راك خادمه كين سبعين حل مش رح نتكلم عليها لأنها أمور تقنية وقد يطول فيها الحديث لكن المشكلة الكبرى مراد بعض الناس يقولك عطينا حلول أنا حبيت مد على السريع لو كان جيبوا أفضل العقول اللي في العالم في أي تخصص في الزراعة في الصناعة في التكنولوجيا في المواصلات في المياه في الكهرباء في الغاز في الإدارة في أي مجال لن يذهبوا بعيدا إذا كان الحكام ليعطوا الأوامر ليضعوا السياسات جهال فاشلين سفهاء رديئين وروح جيب أفضل العقول وبعدين من الآن ما تحتاج أنك تجيب أفضل العقول أصلا الآن العلم كله راه متوفر كما لم يسبق له مثيل العلم اليوم متوفر في العالم كما لم يسبق له مثيل يكفي أن تكون منظم وتعرف كيف تنظم وكيف تدير أدمينيستري أورغانيزي مناجمنت تعرف فقط كيف تدير هذه الأشياء لكن عندما يحكمك مافيا عسكرية بمخابرات إرهابية بواجهة مزيفة فعرف أنك رح تغرق في كل شيء ترجمة نانسي قنقر